على غرار بروبوغندا إظهار جزء يسير من أموال سرقة القرن والتغاضي عن بقية القصة يعلن السوداني استعادة معدات وأجهزة مسروقة من مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين وكما أخفي بقية الشركاء في سرقة القرن لم يتطرق السوداني إلى ملف سرقة مصفى بيجي بشكل كامل ومن هم المسؤولون عن هذه السرقة أما عن طريقة استعادة هذه المواد المسروقة وكيف تم ذلك بالمفاوضات بين السودان والخزعل أم بتدخل أطراف أخرى كل ذلك لم يتطرق له المصدر الحكومي المواد التي استعيدت تقدر بمئة قطعة وهي عبارة عن معدات وأبراج ووعية ضغط عالي ومراجل ومبادلات حرارية وفلاتر من الحديد وذلك ما اعتبره السوداني نصرا على الفساد رغم أن المواد المستعادة غير صالحة وإن بيعت فسوف تباع في سوق الخردة لكن المكانة الإعلامية التي تروج لمنجزات دعائية لا تغير من واقع الحال وكذلك الاستعراض بقص أشريطة افتتاح مشاريع معينة لن يكون لها معنى إذا لم تكن هذه المشاريع حقيقية ومنتجة لها ثمار على أرض الواقع مهندسون كانوا قد عملوا في إدارة مصفى بيجي لعدة عقود أكدوا أن المصفى غير قابل لإعادة التأهيل بأي شكل من الأشكال إذ إنه لم يعد موجودا من الأساس بسبب عمليات تفكيك الأبراج الحرارية الرئيسية للتكرير والتي كانت سليمة ثم اختفت بعد أن خضعت لسيطرة ميليشيا العصائب التي ضربت طوقا أمنيا حولها ثم بعد ذلك بدأت مرحلة تفكيك المصفى وتهريبه إلى إيران كما أكدت ذلك عدة مصادر مطلعة الفارق الوحيد بين السودان وسابقيه أنه منح أريحية أكثر في رفع سقف شعارات مكافحة الفساد وكذلك كان مكتبه الإعلامي أكثر نجاحا في عمليات التسويق الدعائي